موسيقى في قديم الزمان كان الليباس بصيفة عامة مجعول باش يحمي الجسم اما من البرد ولا مسخانة وكانت المواد الاولية اللي تصنع منها مصدرها الحيوانات اتطورت الدنيا والاعباد بدعت في صنع الحواج والليباس ودخلت فيها الالوان والاشكال والزينة والطريزة فمثلا البرنوس او البرنوس كان مجعول باش يحمي لبدنم البرد يتحط على كتاف واغطاء على الراس منه فيه قماشه مصنوع من وبر الابل معناها من شعر الجمال اللي لا يعدي لهوى ولا ريح ولا ماء ولا مطر اتجاوز البرنوس المرحلة هذي ولا لبسه بتاع ثخامة ووهرة وريشة الى درجة انه ولا رمز للهيبة والوقار وحسن السلوك البرنوس موجود بمختلف اشكاله في بلدان المغرب العربي الا موريطانيا اللي عندها تقليت اخرى في اللباس لانه القميص الموريطاني هو اللي يتاغ على اللباس اليومي للموريطانيين ثم مطلع اغنية ليبية يقول برنوس فيه تحير دليلي وشجاة تول ليلي على لابس الخرس والثوب نيلي واني في الرجال لينياتي رسيلي ومنها يجيب النبا والاخبار صاحب الكلمات هذي يتغزل بالبنية اللي لابس البرنوس وهذا دليل كونه يزيدها جمال على جمال والبرنوس النساء الليبي مصنوع من الصوف يتقاس على تول اللبنية ويتخيط من الفوق بالصوف مغزول ومصبوغ باللون الاحمر ويتخيط من الاطراف بترفق ماش اكحل ومن الداخل يتبطن البرنوس بترفق ماش ابيض اما في تونس البرنوس معروف الغالب على الراجل وهو كالامرأة عندها شواء كبير في اللباس التقليدي من الفوتة والبلوزة والمالية والجباب بنواحها الكل البرنوس نوعين في تونس فما البرنوس الوبري يعني المصنوع من وبر الابل وهذا اغلى الانواع ويوصل صومه الالف وخمسة بيات دولار تقريبا على خاطر باش تلم الوبر اللي بشيك في برنوس واحد يلزم خمسة سنين ولا اكثر يعني تعدي كوماند وتقصبونه وتستنى خمسة سنين والنوع الثاني هو البرنوس الصوفي او الجريدي نسبة للجريد وهي منطقة تونسية في جنوب البلاد وتصنع منصوف الغنم واسوامه ما بين مئتين وخمسين واربعة مئة وخمسين دولار انتي والازوبسيون اللي فيه تختلف الوان البرنوس انتي والمناسبة اهوكا لبيض للاعياد والفروحات والجري والبني والاحمر للاستعمال اليومي وتوى تورو مصمموه الازياء البرنوس بتريزة المزيانة الانيقة ودخلوا فيها لحرير وخيوط القمرايا وهكا مزجوا ما بين الحاضر والماضي لكن اخسارة بدأت تتراجع صناعة البرنوس في تونس في جرة العولمة والكليبات الغربية والعربية بالنسبة للجزائر البرنوس هو مكسب تراثي ومن اول الدنيا كان يرمز للرجولة وكان البرنوس من افضل الهدايا اللي تتقدم لكبار ضيوف الجزائر يتعدى صنع البرنوس بالعديد من المراحل اهمها جمع المادة الاولية كما سبقته قلت وبر الجمال وخاصة وبر المخلول يعني الناقة على خاطره اكثر جودة وتعتبر مدينة مسعد الممول الرئيسي لسوق البرنوس في جميع ولايات الجزائر ويتم تصدير زادة للخارج وخاصة للمغرب وتونس والبرنوس المسعدي هذا يوصل سومه الى ارقام خيالية ومنجم يشريه ويلبسه كالناس من طبقة معينة من المجتمع وفما انواع اخرى من البرنوس كالقشابية مصنوعة من مواد سومها رخيص ويلبس الزوالي اللي مفي حالوش هذا الشي اللي ميز البرنوس عن باقي انواع اللباس كونه عند علية القوم هو رمز للنخوة والجاه وعند الزوالة وسيلة تمنعه من قساوة برد الشتاء وسخانة الصيف ايا الناس الكل تتبعني للمغرب ونشوفوا مع بعضنا البرنوس المغربي ولا البرنوس او السلهام اللي تعرف من لول كزي رجالي يتلبس فوق جلباب وخاصة في وقت البرد والشتاء وهو قطعم الصوف وإلا الكشمير وفيه كابوش يتلبس كما في المناسبات كما في الحياة اليومية والبرنوس المغربي او السلهام يتحط حطان على الكتاف ويبدأ محلول من قدام ومن غيريدين سان كونفاندر مع الكاب متاع السوبرمان ولا باتمان والبرنوس المغربي كانوا يلبسوه رجال بشكل اساسي وتوى اتحول لزينة انثوية نقلته من الخشونة للنعومة تقولش عليه معمول من قول الدنيا للنساء وفي السنوات الاخيرة هذه اتحول البرنوس وازاي التقليدي المغربي بصفة عامة الى ستاغ على خطر يلبسوه برشة نجمات السينما والغناء المغاربة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية واخر كلامي ليكم كانك عروس ولا عندك فلوس هعليك بالبرنوس ترجمة نانسي قنقر